هذا وكان صاحب السموشيخ محمد بن زايدال الهيان رئيس الدولة حفظه الله قد استقبل فخامة سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تيركمانستان الصديقة الذي بدأ زيارة رسمية إلى الدولة وجرت لضيف البلاد لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي مراسم استقبال رسمية حيث استحب صاحب السموشيخ محمد بن زايدال الهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لتيركمانستان فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس سردار بردي محمدوف وكان في استقبال فخامته عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة فقد كان في الاستقبال الفريق سموشيخ سيف بن زايدال الهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايدال الهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايدال الهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون على الهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بن ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي اسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي سارة بن يوسف الاميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي مريم بن محمد سعيد حارب الامهيري وزيرة التغيير المناخي والبيئة ترجمة نانسي قنقر